السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم الى كلام طيب واطيب الكلام كلام الله رب العالمين وما زلنا نتحدث في تفسير سورة الاعرف حسب التنزيل على قلب النبي الامين صلى الله عليه وسلم ما زلنا في الفترة المكية حوالي اربع خمس سنوات من البعثة وكان الاسلام غريبا اتبعه الفقراء والضعفاء والمساكين وكان النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجابه اشكالات كبيرة من طرف سناضيدي وكفار قريش الذين رفضوا هذا الدين واتهموا النبي المصطفى بانه مجرد مدعي وانه يتلو اساطير الاولين فجاءت الايات القرآنية تتنزل على قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اولا لتتبت فؤاده ثانيا لتقنع الناس بالدليل والبرهان بصدق دعوته وثالثا لتدعيم قلوب المؤمنين من خلال قصص القرآن الكريم سورة الاعراف هي سورة مكية نزلت في مكة المكرمة وهي من الطوال التي نزلت في هذه المرحلة وتناولت قصص الانبياء والمرسلين بعد ان بدأت بقصة ادم وحواء في سرع مع ابليس مرورا بقصة نوح عليه السلام ثم قصة ثمود وعاد الى ان نصل الى قصة اخرى هذا اليوم وهي قصة شعيب نبي الله شعيب مع قومه مديا سوف يتحدث القرآن الكريم عن اسباب هلاك هذا القوم بالامس تحدثنا عن قصة لوط مع قومه وكان سباب هلاك قوم لوط هو انهم انتشرت فيهم الفحشة كانوا يأتون الذكران من دون النساء وكانوا يتعاملون بأحلاء اعمال خبيثة اخلاقيا ما سبقهم بها من احد من العالمين فكانت العقبة ان الله عز وجل رفع قريتهم الى اعلى السماء ثم بعد ذلك قلبها جعل عاليها سافلها وامطر عليهم مطارا والعياد بالله فانمحوا من الخريطة وكان ذنبهم الكبير هو انهم يتعاطون الفحشة الرجال يتعاملون باللواط والنساء بالسحاق وهذا جرم اخلاقي خطير فجلب عليهم غضب الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اليوم نتكلم عن قصة شعيب مع قومه مديا ايضا سوف ينتشر فيهم سلوك معين خطير جدا ما هو ده السلوك لنقرأ اولا مضمون الايات القرآنية البينة وبعدها ننظر فيما ذكره الله سبحانه وتعالى يقول جل جلاله في كتابه العزيز عن نبي الله شعيب عليه السلام من سورة الاعرف يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل سراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترين على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إن نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين صدق الله مولانا العظيم هكذا يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن قصة نبي الله شعيب الذي بعثه إلى قومه مدين والقصة تكررت في صور أخرى لكن نحن الآن نبقى في سياق سورة الأعراف لأن القصة تخدم قضية معينة من هو النبي شعيب هو نبي الله الجليل الذي زامن نبي الله إبراهيم سيدنا إبراهيم كان من أولي العزم من الرسل وسيدنا شعيب كان في عهده وأيضا كان لوط لوط وشعيب هؤلاء يسمون أنبياء وإبراهيم الخليل هذا رسول من أولي العزم عاصره وارتحل معه سيدنا شعيب كان معروفا بالبلاغة ومعروفا بالفصاحة حتى إن بعد السلف الصالح أطلقوا عليه لقب خطيب الأنبياء لماذا سموه خطيب الأنبياء نظرا لفصاحة لسانه وبلغاته الكبيرة في دعوته قومه وعنده نفس طويل في الدعوة بأساليب جميلة ورائعة سيدنا شعيب أرسله إلى قومه يسمون أهل مدين ومدين هي قرية كبيرة تقع في أطراف الشام حول سوريا ولبنان وفلسطين هي قريبة جدا من بحيرة قوم لوت وكانوا يبعدنا عنه بقليل فالأحداث كلها مرت في منطقة الشرق الأوسط جميع الأحداث التي ذكرناها للأنبياء مرت بالشرق الأوسط هذه منطقة مباركة تسمى مهد الأنبياء والمرسلين إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيبعث من هذا البلد الأمين يعني مكة المكرمة لكن قوم الشعيب رغم أنهم كانوا قاربين من قوم لوت وعلموا ما وقع لهم كما قال تعالى وما قوم لوت منكم ببعيد الغريب أن هؤلاء القوم جاءوا بعد قوم لوت وقد سمعوا سمعوا بالعقاب الذي أنزله المولى عز وجل عن قوم لوت سمعوا بأنهم قوم لوت ربنا في البدء فتح عليهم الدنيا أعطاهم الجمال في الصورة وأعطاهم المال الوفير والغنم والمواشي وأعطاهم الأرض السهلة المنبسطة يبنون فيها البيوت وينحتون فيها القصور وأعطاهم من كل الخيرات وعود أن يشكروا الله ويستقيموا على الطريقة إنهم أشركوا بالله وظلموا وأدنبوا ولكن تخصصوا في المنكر في أنهم يؤتون الفحشة الذكران دون النساء فعقبهم المولى عز وجل العقاب العنيف فجاء من بعدهم قوم مديا وكانوا الأولى أنهم يتعضوا بما رأوا حول بحيرة قوم لوت ما يسمى بالبحر الميت لا زال شاهدا على هذه الوقائع قوم مديا أيضا كانوا يمتازون بكونهم أصحاب تجارة كانت عندهم تجارة كبيرة جدا وكانت تجارتهم ممتدة بين اليمن والشام وبين العراق ومصر على امتداد ساحل البحر الأحمر وكانت لهم مراكز تجارية كبيرة جدا وعملات كانت تباع بالدهب وعملات بالفضة وعملات بالنحاس وكان عندهم الخير كثير وأعطاهم الله تعالى من كل ما سألوه أعطاهم الأراضي الخضراء والأشجار والزروع وأعطاهم الأولاد والبنات والزوجات أعطاهم المولى من كل شيء لكنهم امتازوا بأشياء أولا عوض أن يشكروا المولى سبحانه وتعالى على ما أعطاهم من نعم صاروا يعبدون الأصنم والأوتان لكن عبادتهم أنهم كانوا يعبدون الأيكة أصحاب الأيكة ما هي الأيكة؟ هي شجرة هي واحة واحة فيها أشجار مملوئة وفيها الزروع ولكن هناك شجرة متميزة داخل هذه الواحة تسمى الأيكة فكانوا يعبدون الأيكة لأنها تعطيهم الثمار وتعطيهم الزروع والكروم فلم عوض أن يعبدوا الله الذي رفع السماوات بغير عمد أن يعبدوا الله الذي خلقهم وهم كانوا عدم أن يعبدوا الله الذي خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب وخلق صاروا يعبدون الشجر ويعبدون النخل ويعبدون الواحة يعبدون الأيكة بل وزادوا أكثر من هذا سيطر عليهم حب المال على قلوبهم حتى أعماءهم عن الحق فكانوا يمتازون في البيع والشراء مع الناس ينقصون المكيال وينقصون الميزان ويطففون فيهما يأخذون مع الزيادة ويدفعون مع النقصان ويأكلون المال الحرام ويغشون البضائع هذه أبرز سمة من سمة قوم الشعيب بل كانوا أكثر من ذلك يقطعون الطريق على المرة ويتعرضون للقوافل فيتوعدونها ويخيفونها ويسلبون منها أموالها ويعيثون في الأرض فسادة وعوض أن يعبدوا الله تعالى عبدوا هذه الأمور الدنيوية عقلهم محدود عقلهم فقط في المال وفي التروة ولم ينظروا بعيدا ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم اللطيف بالعباد اختار لهم نبيا من قومهم فاختر لهم شعيب المعروف بالفصاحة وبالبلاغة وبالبلاغة وبحلو المنطق فجاء يدعوهم أولا إلى ترك الوتنية قال لهم هذه الأيكة هذه الأشجار من خلقها إنه الله سبحانه وتعالى الذي أنزل الأمطار وحرك التربة وأبدع الأشجار ودعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد الديان ثم طلب منهم أن يقيموا العدل في المعاملة وأن لا يغش في السلع وأن لا يتلعب في الموازين والأسعار وصار سيدنا الشعيب يذكرهم دوما بفضل الله وانهي نعمه عليهم دائما خطابه كله يذكرهم بأنهم إن استقاموا فربنا سيدخلهم الجنة ويسكنهم القصور تجري من تحتها الأنهار وإن استقاموا على الطريقة فإن الله سوف يغنيهم من فضله وسوف يعطيهم الخيرات في الدنيا والآخرة استعمل في الأول أسلوب الوعد وأسلوب التلطف لكنهم رفضوا كل هذا فقال لهم يا قوم لا تبخث الناس أشياءهم ولا تعت في الأرض مفسدين لكنهم سخروا منه وقالوا له يا شعيب أصلتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباءنا أو نفعل في أموال ما نشاء وحينما طلب منهم أن لا يتعاملوا بالربا وأمرهم أن يتعاملوا بالصدقة والزكى هنا تاروا قالوا ألم يكفيك يا شعيب أن تذكرنا بعدم التطفيف في الميزان وأنك تقول لا تتلعب في الأسعار ولا تتلعب في الجودة الجودة للبضائع زدت فوق هذا وحرمت علينا الربا زدت فوق هذا وأمرتنا بإخلاء الزيزكا هنا رفضوه واستمروا في العناد والتكذيب سيدنا شعيب كان صابراً وثابتاً في الموقف وواثقاً من أمر الله في البدء لم يؤمن لسيد شعيب إلا نفر قليل من الصالحين والصالحات فهؤلاء النفر كانوا مستضعفين فصاروا يهددونه ومن تبعه من المؤمنين هددوهم بالطرد من مدنتهم وأن يعودوا إلى كفرهم فبدأوا يستعملون أساليب العنف للنبي الله شعيب ماذا يفعل بهم إنه لا يملك سوى الدعاء كان يتجه إلى الدعاء إلى الله تعالى أن يفصل بينه وبين القوم الظالمين فالله تعالى بعد أن مهد وأمهل ويسر لسنين طويلة والقوم يرفضون جاء اليوم الذي فيه ينزل عقاب الله استجاب الله تعالى دعاء شعيب فآزره بالنصر وجاء العقاب ما هو العقاب تصوروا أيها الأحباب الكرام كل قوم ربنا يعطيهم عقاب لا يشبه الآخر تذكروا أن سيدنا نوح وقومه لما عانت عتوا وعندوا كان عقابهم أن سلط الله عليهم الغرق الماء ينزل من السماء فتح السماء أبوابا والأرض عيون أربعين يوما والماء ينصب من الأراضي والعيون والأنهار والبحار والسماء كلها أبواب فغرق من غرق سيدنا هود مع قومه ربنا أرسل عليهم الريح ترميهم بحجارة من سجيل سرسرا عاتية والعياد بالله وكما رأينا قوم نوط أن الله تعالى جعل عالية سفلها وأمطر عليهم مطار كل قوم عهم عقاب ماذا كان عقاب قوم شعيب ابتلاهم الله تعالى بالحر الشديد على الأكس الأقوام الأخرى كان يبتلاهم الله بالبرد الشديد جدا كان يبتلاهم الله مثل قوم ثمود أعطاهم البرد 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 الشديد لكن قوم الشعيب أعطاهم الحر الحر الشديد جدا فكانوا يشعرون بالضمأ يشربون ماء كثير ويشربون الحليب ولكنه لا يدبئ ضمأهم عدشان فكانوا يفرون إلى الضلال ويفرون من مكان إلى مكان حيث الأشجار والضل وحيث الماء البارد ولكن هيهات هيهات الحر الشديد والضمأ الشديد فهربوا من ديارهم وفروا بعيدا لعلهم يجدوا مكان فيه برودة حتى ذهبوا إلى مكان فيه صحراء قاحلة فإذا بسحابة قالوا صحابة في الصحراء فصاروا يجرون إلى السحابة ليستضلوا من تحتها فيها الظل تقيهم من حرط الشمس حتى إذا اكتمل تجمعهم اجتمعوا كلهم رجالهم ونساؤهم كل من كانوا معاندين تجمعوا تحت تلك السحابة التي فيها الظل وفيها زخات مطارية فرحوا بها حتى إذا ما استقروا إذا بربنا عز وجل يأمر جبريل فينفد العقاب والعياد بالله السحابة ترميهم بشارر من نار فيحترقون ثم جاءتهم رجفة من الأرض وصيحة من السماء فأزهقت أرواحهم جميعا وهلكوا لما رأى شعيب عليه السلام هذا المشهد حزن كثيرا على قومه حزن عميقا وبدأ يبكي ويقول يا رب إنهم قومي فقال الله سبحانه وتعالى إنهم رفضوا دعوتي وحاربوا نبيي فكانوا في الأصل عدم وكنت أريد أن أكرمهم وكنت أريد أن أسعدهم فأبوا فصاروا إلى مصيرهم هكذا ربنا عز وجل باختصار ذكر لسيدنا النبي محمد الهاشمي المطالبي صلى الله عليه وسلم قصة هذا النبي لكي يرويها لصحابته أولا من المستضعفين فيتبت إيمانهم ثم رواها لكفار قريش لعلهم يرتدعوا ونحن أيضا نستمع إليها لعننا نأخذ منها العبرة والعظة فربنا يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا فشعيب هو أخوهم دائما الله تعالى يبعث النبي من القبيلة من القوم من العشيرة لا يأتيه من بعيد فالمصلح دائما يكون من بين القوم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كل الأنبياء دعوتهم أولا وقبل كل شيء هي توحيد الألوهية توحيد الله أعبد الله ليس آمنوا بالله هم يؤمنوا بأن الله موجود لكن أعبدوه لأن بعض العلمانيين أو بعض أشباه المثقفين يقولوا أنا أؤمن بالله أنا أعتقد بأن هذا الكون له إله مدبر لكنني لا أعبده لا أصلي ولا أطبق الشرائع والشعائر فهذا نقصان ربنا لم يقنا آمنوا بالله قال أعبدوا الله الإيمان بالله كل شيء آمن به حتى واحد من يقدر ينكر لأنه كل شيء شاهدنا عليه فالعبادة للأساس وعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بيينة من ربكم أعطاهم البينة وأعطاهم الدليل مشكلتهم لإطلب منهم أنهم في البيع الشراء التجار يتعاملوا بالإحسان التجار يحذروا أنكم تغشون في البضائع نحضر أننا نبخس الناس أشياءهم نحضر أننا نزيد في التمن نحضر أننا نبيع بضاعة بضاعة قد أصابها التلف أو امتهت صلاحيتها ونؤذي الآخرين خطر جدا هذا هذا كل حقوق المستهلكين ربنا قال فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لأن أقبل منهم كانوا قوموا نوت أفسدوا فأصلح الله الأرض عندكم تفسدوا كما أصلحوا بعد أن أصلحناها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل سراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا كانوا يقعدون في الطرقات ويتحرون القوافل أي قافلة تمر إلا كانوا يسرقونها وينهبونها وكل صالح يدعو للخير كانوا يصدونه عن ذكر الله ثم ذكرهم بنعم الله عليهم قالهم أذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم في الأول كانوا هؤلاء القوم ضعفاء وكانوا قلة فكثرهم الله بالأولاد وبالأزواج والأصهار وكثرهم بالمال هذه نعمة عيوض أن يشكروا المولى هم تبختروا وتكبروا وتجبروا لأن الإنسان يطغى إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى اذكروا إذ كنتم قلفك تركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين أخبرهم بالأنبياء الصابقين والأقوام الصابقين كل من عصى رب العالمين إلا وربنا يؤذيه وينزل عليه عقابه ثم قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين المجتمع في عهده انقسم إلى نصفين فئة مؤمنة لكنها فقيرة ومستضعفة وفئة كافرة إلا أنها غنية من أصحاب التروات ومن أصحاب السلط ومن أصحاب الرأي هؤلاء رفضوا أن يتنازلوا لأنهم عندهم امتيازات الفقير ما عنده شيء خير له فتبعه الفقراء والضعفاء إلى القليل قال الملأ لنستكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا الملأ كما قلنا سلفا هما النخبة هما اللوبي في كل مجتمعك إن هناك لوبي ليس كمسألة مرتبطة بعصرنا هذا في القديم في كل مجتمع هناك لوبيات ناس يجتمعون أصحاب التروة مع أصحاب السياسة يضعون اليد في اليد وأصحاب الامتزات أخرى فيكونون وحد الجبهة داخلية ويسنن الجبهة خارجية ويكون لوبي قوي غايتهم أنهم يتحكمون في رقاب الخلق ورقاب المجتمع وفي عصرنا هذا معروفة لوبي عنده الإعلام الإعلام قوي أي لوبي يتقوى بالإعلام لكي ينشر أفكاره هؤلاء كانوا هكذا قال الملأ الذين استكبروا من قومه يشعروا بأنهم الكبراء هم أصحاب الرأي ويحتقرون من دونهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا غنطردوكم اخرجوا من هذا المكان أو لتعودن في ملتنا خيار إما أن تخضعوا لنا وإما إنكم مطردين قال أولو كن كارهين يعني بالزز بالإكره بالقوة قد افترين على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إن نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا سيدنا شعيب غد يقول بأننا أي واحد من هؤلاء المستضعفين إذا خاف من استبداد وطغيان هذا الملك هذا الملأ القوي المستكبرين سيكون ضيع كل شيء نحن اتبعنا ملة الله وأنتم عندكم ملتكم لو تبعناكم سوف نخسر كل شيء فنحن نتمسك بأمر الله الواحد الأحد وما كان وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا سيدنا شعيب كان يغرس في قلوب أصحابه قوة الإيمان وقوة اليقين يقول لهم عندكم تغافوا حتلقوا واحد الفئة مدبدبة واحد الفئة مركت شف هنا ومركت شف هنا بقي إيمانها لم ينضج فعندهم طمع في أنهم يأخذوا بعض الامتيازات من عند هذا الملأ فكيقولوا بالله عندكم اطلبوا الله أن يتبت قلوبكم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الفتح الرباني هذا كسم الاستفتاح الاستفتاح وكأن الله تعسف يحكم سيدنا شعيب من اللي يستعمل جميع الأسليب من أجل أن يأخذ القرار يطلب من الله مالك الملك أن يقضي بينهم الاستفتاح أمر خطير إذا وصل النبي إلى مرحلة الاستفتاح يعني بعدها هناك العقاب الإلهي والعياد بالله لما قال هذا الكلام سخروا منه وقال الملأ الذين كفروا من قومه لأن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون قالوا الشعيب فقير ما عندهش ميزانية بعض الناس كفروا في الميزانية وكفروا من عنده مفتاح صناديق صناديق الأموال سيدنا شعيب كما وسائل الأنبياء والمرسلين ما كان عندهم أموال الأنبياء والمرسلين ليسوا أصحاب دراهم ولا دنانير قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر فهؤلاء المتكبرين بدون يستعملوا أسلوب ديال ديال تهديد بالمال كانوا بعض الفقراء عندهم ديون يقول لهم ما تطلش ديون ديوننا غنعقبوكم واللي جعدنا وتبعنا غنوصوا عليه نطوه متيازات نطوه تعويضات نطوه تشجيعات أما الشعيب ليس عنده أي شي هكذا كان وقال الملأ الذين كفروا من قومه لأن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون نسيدنا الشعيب من لغا ديكتر عليه غيضعوا الله تعالى بالاستفتاح ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين هنا ربنا أخبق فجاء العقاب فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الرجفة يعني جاتوا احترعيدة أعطاهم الله الحر الشديد 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 في الضمأ حتى وجدوا تلك السحابة التي أمطنتهم مطر فإذا بها ترسل عليهم ريحا باردا الحرارة والبرودة أعطتم واحدة الرجفة وسمعوا صوتا صيحة من السماء فأصبحوا في دارهم جاثمين جتت هامدة ماتوا في الحال الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون هذا الكلام هو ربنا يتحدث ربنا وكأنه ينعي هؤلاء القوم ويأسف على ما وصلوا إليه ربنا أعطاهم المال وأعطاهم الإيمان وأعطاهم النعم لكي يكونوا مؤمنين صادقين لكنهم أبوا إلا الرفض والتمرد ويحاربون دعوة الحق ربنا ينعاهم فيقول الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها وأسفاه لأن تركوا كل شيء تركوا الأنهار والعيون والأشجار والنخيل والدور والقصور تركوا كل شيء وصاروا جتة هامدة تحت الأرض الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين أكبر خسران الخسران الكبير أن تخسر الدين وتخسر العقيدة وتخسر الإيمان فالإنسان إذا خسر في تجارته أو خسر في زواجه أو خسر في أي مشروع لا يهم كل يعوض أي خسارة ما دم أنها لم تبس الدين والإيمان والعقيدة فأنت رابح اللي عنده الإيمان واللي عنده العقيدة واللي عنده الدين والله وبالله وتالله إنه أربح الرابحين وأي حاجة تضيع ماشي مشكل ضاع المال رب يعوضه دلت تجارة وخسرت فيها رب يعوضها تزوجتي ومسعتش في حياتك وقالك طلاق وانكسار وعداد رب يعوض ما توليك ولدات رب يعوض ما عطاكش الله أصلا للأولاد رب يعوض ضاع عمرك وولتي هرم وتشوف رسك في المرآة وتقول ما فرحت في حياتي كلها رب يعوض كل شيء يعوض الله تعالى أي شيء يعوضه الله تعالى إلا شيء واحد وهو الإيمان واليقين والعقيدة الصادقة فمن ربحها ذلك هو الربح العظيم ومن خسرها ذلك هو الخسران المبين الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين كيف يمكن أيها الأحباب الكرام نحافظ على العقيدة نحافظ عليها بأن نكثر من كلمة واحدة ومع ملا نخافوا كلمة واحدة ربي ضامنا لنا أننا نمر مع الفرقة الناجية وعمرنا ما إبليس غرنا ونوقوف الخطايا كلمة واحدة نخافظ عليها جميعا نقولها بالليل وبالنهار وفي كل وقت وحين وهي الكلمة الطيبة وهي سر الوجود وهي مفتاح الجنة كلمة لا إله إلا الله هذه الكلمة أيها الأحباب وصية لنفسي ولكم جميعا أننا نرددها بالليل والنهار نرددها في الدهاب وفي الرجوع في الروحة وفي الغدوة في كل حركة والسنون سكون نكرر كلمة لا إله إلا الله لأن اللي عنده هذه الكلمة قال بلسان وانطبعت في قلبه فإنه يكتب مع الفرق الناحية ويكون من أهل الفوز في الدنيا والآخرة فاللهم اجعل آخرة كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة